البداية دائماً مشاهدين من التفاعل الجماهيري مع المسلسلات وأبطالها كيف جاءت التقييمات والتقديرات وما هي الثوابت والمتغيرات في الأسبوع قبل الأخير مع اشتعال أحداث المسلسلات ووصولها إلى ذرواتها كانت وسائل التواصل الاجتماعي لا تقل تفاعلاً من جمهور الدراما البداية مشاهدين من مسلسل كتيبة 101 والذي تصدر الترينداد خاصة معرض الحلقة العشرين والأخيرة منه اذ حصدت بطولات الجيش المصري وبشكل خاص الكتيبة 101 الذي استعرضها للعمل خلال حلقاته بأجاب قطاع كبير من رواد التواصل الاجتماعي وحرص عمر يوسف على التفاعل مع جمهوره عبر حسابه على انستجرام بصورة مليكة وليستزامناً مع الحلقة الأخيرة الفيها تمت المهمة بنجاح ايضاً مشاهدين منازكي كانت حاضرة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مسلسل تحت الوصاية والذي يحضر بنسب تفاعل كبيرة وهو ما تجلى على مؤشرات البحث على جوجل التي تصدرت فيها للتريند بالاضافة إلى فيسبوك وتويتر بعدما جاء هاشتاج يحمل اسمها في المرتبة الأولى على الموقعين مما عكس حالة المشاهدة الكبيرة للمسلسل كما حرصت المطرب وأصاله على الإشادة بالعمل وبطلته من خلال حسابها على تويتر وآلت عبر تغريدة منازكي خلقت لتبهر منازكي أعظم ممثلة شفتها بحياتي على وجه الإطلاق ألا يحفظك للفن ولعلتك وأحبابك يا عبقريتنا الغالية والآن ننتقل مشاهدين إلى محمد رمضان ومسلسل جعفر العمدة الذي اشتعلت أحداثه للغاية في الحلقات الماضية وكعدة أعمال محمد رمضان الذي يحرص على التفاعل مع متابعي فقد استعرض عدة فيديوهات لجمهوره وهو يحتفل بخروج بطل العمل من السجن وعلق عليها رمضان قائلا على إنستجرام دي ميزة لما الجمهور يبقى زي علتك على فيسبوك تفاعل أحمد العواضي مع متابعي مسلسله ضرب نار معلنا تحولات في شخصيته بالمسلسل ليشوقهم أكثر للعمل حينما نشر الصورة لشخصية جابر الكوماندا الذي يلعب دورها وعلق عليها بكتابة جابر هيطلع ويحاسب الكل والآن مشاهدين إلى المسلسل الكبير أوي فاستمر جزه السابع في تحقيق مشاهدة كبيرة وهو ما تجلى في نسب المشاهدة عبر يوتيوب إذ جاءت حلقات شخصية حزل أوم ضمن الأعلى مشاهدة خاصة مع مشاركة عدد من نجوم كرة القدم كضيوف شرف في المسلسل مثل بركات محمد زيدان وسيد معوض كما حضت فيديوهات عديدة من الحلقة بالانتشار عبر تيك توك أيضا من ناحية أخرى يستكمل موقع القاهرة الإخبارية تقديم مجموعة من الحوارات المتميزة مع نجوم دراما رمضان هذا العام البداية مشاهدينا مع ياسر جلال الذي تحدث في حواره لموقع القاهرة الإخبارية عن تجربة مسلسلات الخمستاشر حلقة واختيار للشخصية قائلا الاختلاف هو ما يعطي الفنان عمرا أطول وتحدث عن سبب ترشيحه للفنانة مي عمر لتشاركه بطولة المسلسل وقضية الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى التي يناقش فيها العمل وفي حوار مع أحمد أمين مع موقع القاهرة الإخبارية أيضا قال أن مسلسل الصفارة فتح شهيتها على الكوميديا وأنه يعتبر نفسه صاحب مشروع كما تحدث عن الصعوبات التي واجهته في تقديم عدد من الشخصيات في العمل والتي كان منها وضع الكثير من مصاحيق التجميل والمكياج وخاصة اختيار الملابس كما أجرت الفنان عائشة بن أحمد حوار مع القاهرة الإخبارية وتحدثت عن شخصية شيرين التي قدمتها في مسلسل مذكرات زوج مع الفنان طارق لطفي حيث قالت أنها تخوفت من تجربة الكوميديا في البداية ولكن المؤلف أقناعها كما قالت أن شخصية شيرين تشبهها في نظامها بالمنزل لكنها لا تعلم هل ستصبح مثلها بعد الزواج أم لا أما الفنانة القديرة سهير المرشدي فقد عادت للدراما بعد غياب سنوات من خلال مسلسل ضرب نار وكشفت في حوارها مع موقع القاهرة الإخبارية عن السبب وراء اختيارها دور أم جابر وأن قضية المراث حمستها لتقديمها مؤكدة أن أحمد العوضي هو الذي آصر على مشاركتها في العمل كما تطرقت لموقفها من اعتزال التمثيل حيث كشفت أنها لم تفكر في هذا الموضوع رغم أنها تشعر بوجود أزمة في الكتابة كما تحدثت أيضا عن ابنتها حنان مطاوع والتي قالت عنها كل خلية فيك جسدها تمثل وخفت عليها وحذرتها من شخصية سخية ترجمة نانسي قنقر